بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله واله طيبين الطاهرين للتو قدمت استجواب للأخت الوزيرة وزيرة شؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستجواب يتكون من ثلاث محاور أساسية المحور الأول وهو الانحراف في تطبيق القانون والتعصف وإساءة استعمال السلطة وفي هذا المحور يتعلق بحل الجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية وكذلك التدخل بصورة أخرى في عمل النقابات داخل الكويت والمحور الثاني يتعلق به إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعزة عن داء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية حلال الكويتين محل الوافدين وسوء الإدارة إخفاق في ملف تجار الإقامات موضوع الوظائف الإشرافية في الجهات التابعة للأخت الوزيرة هروب الكويتين من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي نتيجة الإجراءات الإدارية أمام الكويتين في القطاع الخاص البند الأخير في هذا المحور الهدر المالي والتحميل الميزانية العامة للدولة بمبالغ لا مبرر لها والمحور الثالث يتعلق حول عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة وفي هذا البند هناك فقرتين أول شيء هبوط مؤشرات الإصلاح ومدركات الفساد والشفافية النقطة الثانية تقاعس وسوء الإدارة ومتابعة خطة التنمية هذه ثلاث محاور أساسية تم تقديمها في الاستجواب وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني أن أنجح في هذا الاستجواب بحيث أن نصل إلى مبتغاه لمصلحة الوطن ومصلحة المواطنين وفي نفس الوقت أطلب من الأخت الوزيرة أن تقرأ المذكرة التفسيرية بالنسبة للموضوع الاستجواب في مواد ميا وميا وواحد وكذلك أطلب من الأخ النواب قراءة المذكرة التفسيرية بالنسبة للإستجوابات المقدمة وتحملهم المسؤولية السياسية استناداً إلى نص المذكرة التفسيرية للدستور الكويتي وكذلك مراجعة الدستور إذا كان هناك قسم هم أقسموه ويفترض أن يتحملون هذا القسم بصورة أساسية الشيء الثاني كثر الكلام والقيل القال عن هذا الاستجواب وأبين بالوضوح سوف لن أسمح لكائن من كان أن يحول أو يعمل على انحراف هذا الاستجواب إلى استجواب فئوي أو إلى استجواب طائفي أو أن يشكك في هذا الاستجواب ننشد المصلحة العامة وننشد تفعيل الأداة الرقابية من خلال الاستجواب لعضو مجلس الأمة ولابد أن نعطي أهمية ودور الاستجواب في إصلاح الوضع السياسي الحالي في الكويت وأعتقد كل المؤشرات تدل عدم الرضا الشارع الكويتي عن أداء الحكومة وبالذات عن الأداء وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشكرا لكم